السلام عليكم ومن ساكم الله بالخير معاكم عبدالجبار الفتني استشاري طب الأسرة واليوم حنتكلم عن موضوع كثر الحديث عنه اللي هو علاقة التطعيمات بالتوحد وأمراض أخرى زي السكر وغيرها قبل ما أبدأ الموضوع أتمنى من كل واحد مهتم في صحته وصحة أهله وعياله أنه ينشر هذا المقطع ما يخفى عليكم أنه في كل مجال فيها عصابة أو مافيا بيتحكموا بشكل كبير في هذا المجال وبيسيروا على هواهم وعلى مزاجهم حتى في الوسط الطبي هناك مافيا بالمافيات لكن هل سمعتوا عن مافيا الأطباء؟ ومافيا الأطباء باختصار هي عبارة عن إجماع من أغلب الأطباء في تخصص معين على حاجة معينة في أغلب الأحيان بتكون صح لكن ما يخفيكم في أشياء غلط بتسير وهذا الغلط بيسير بعض الأحيان من الأطباء نفسهم بعض الأحيان بسبب بغوطات كبيرة من شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية على سبيل المثال كلنا نعرف أن شركات التطعيمات أو الأدوية أو الأجهزة الطبية بدون الطبيب لا يمكن أنهم يسوقوا هذا المنتج لأنه في النهاية حلقة الوصل بينهم وبين المريض هو الطبيب فبالتالي نعم أقولها بكل صراحة بيضغطوا علينا أو إنهم بيرشونا والرشوة تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مباشر بيعطوك فلوس بيعطونا فلوس شركات الأدوية والتطعيمات عشان يقول أشياء معينة ترضيهم وتسوق لمنتجاتهم حتى لو كانت خاطئة غير مباشر بيطلعون مثلا مؤتمرات بينزلون فنادق بيعزمون على حفلات نعم هذا الواقع وهذا اللي بيسير أو في بعض الأحيان ممكن يخلونا نعمل دراسات ونغير نتائجها أو نخفي بعض الحقائق في هذه الدراسة عشان نسوق لهذا المنتج نعم هذا واقع وبالذات في التطعيمات هذا الشيء موجود وعلى سبيل الخصوص كمان تطعيم الام ام ار لأن الكلام عليه كثير الآن نعم الام ام ار يسبب توحد الدكاتر الصادقين اللي يتكلموا بكل جرء وخالفوا الأجماع الطبي اللي بسبب المافيا اللي قلنا عليها هتحاربوا من الأطباء زي الدكتور وكيفيلد وسارة لينكون وبيتر هندرسون وغيرهم والحرب هذا ببساطة عشان نسوي كالتطعيم لو احنا عرفنا أو قلنا أن التطعيم حسبب التوحد مين هياخدوا التطعيم أكيد ولا أحد صح ولا لا وأنا أول واحد فبالتالي فيه إجماع من الكل أنه هذول مخطئين في الحقيقة هم اللي صح وإحنا اللي خطأ كل طبيب لما يتخرج بيقسم أنه يعطيه المعلومة الصحيحة وبكل أمانة وبكل أسف أقولها كلنا أحنثنا بهذا القسم وبينقول معلومات غير صحيحة في التطعيمات في الختام رسالة لكل الأطباء خافوا الله في أهل الناس خافوا الله في مرضاكم ربنا حيحاسبكم وقف التطعيمات يكفي على أشيء اللي احنا وصلنا يكفي من إخفاء الحقائق خلينا نكون صادقين ولو مرة واحدة في حياتنا نشوفكم على خير السلام عليكم